يعني في البداية القصار الغرقة دي مش موجودة بس في اسكندرية لعا كمان فيه في البحر الأحمر وفيه في النيل حابين نتكلم عن أهمية القصار الغرقة عامة وتاريخها ايه وبالذات كمان اللي في اسكندرية طبعا وعلم القصار الغرقة ده علمي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية كان عندنا واحد أمريكي اسمه جورج باس في تيكساس عملوا معهد للأصار الغرقة لما اكتشف مركب غرقانة في تركيا تمام بدأ عندنا احنا في مصر في التلاتينات من القرن الماضي كان عندنا زابط في سلاح الطيران البريطاني طار فوق منطقة أبو إير فاكتشف حاجة أشبه بحدوة الحصان في المية بلغ الأمير عمر طوصم ده كم من علاء الملكة يعني قريب الملك فاروق بدأنا نعمل حفاير تحت المية منذ ذلك التوقيت وكان عندنا غواص شهير اسمه كامل أبو السعدات ده راجل مصري أيضا اشتغل في منطقة الميناء الشرقية اللي هي قدام كتابة الأسكندرية وبين ألات قيد باي ومنطقة اسمه السلسلة فبدأنا نطلع الأصار اللي فيه الميناء الشرقية اكتشف تمثال شهير جدا لإله إزيس بالتعاون مع البحرية المصرية وبعدين في سنة 96 تم تأسيس إدارة الأصار الغرقة في المجلس أعلى الأصار فأهد الدكتور علي حسن وكان مسكها الدكتور إبراهيم دارويش وعدد كبير جدا من الشباب الأسرين المصريين اللي أحد أفراد بينهم أصبح رئيس الإدارة اللي هو السيد زهاب فاهمي فعندنا شباب متميز جدا زي ما حالك تفضلتي عندنا شغل في البحر الأحمر عندنا شغل في البحر المتوسط في مواقع عديدة فيه مثلا في خليجة بوئير فيه في الميناء الشرقية فيه في الشطبي فيه في المعمورة البحر الأحمر جزيرة سعدانة عندنا فيه أسوان فيه أيضا تم يعني نقدر نقول حفاير تحت المياه في هذه المواقع الاستخراج طبعا الأسر اللي غرقت سفن غرقت فعندنا صار كتير طلعت من هذه الاكتشافات وعملت شغل جديد وشغل جميل لأن دائما نحن كنا نعمل حفاير على الأرض دائما تربة طينية أو تربة من الرمل لكن الوقت يبقى حضرتك بطحف تحت المياه في الواقع مختلف تماما جدا أسكندرية شهيرة جدا بالأسار وطبعا منذ أن أسس إسكندر الأكبر هذه المدينة العظيمة أصبحت هي سيدة العالم اليونين الرومين طبعا البحر حصل في حركات بين الأرض والبحر فجزء من المدينة طمرة وغمرة تحت مياه الأسكندرية لأن تمت الاكتشافات في هذه الفترة عملنا كذا معرض آسري في هذا التخصص طفوا العالم كله عملوا صد طيب لمصر في جميع أنحاء العالم حسين